دشن الفريق أول مع الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية منصة الخدمة الذاتية المطورة والتي تخدم أكثر من 200 ألف مستفيد وتعد الأولى من نوعها في المنطقة وتضم ثلاثة أنواع من الخدمات وهي تحديث شريحة بطاقة الهوية والتسجيل في خدمة الإشعارات الوطنية وتحديثها وخدمة قارئ البطاقة كما تأتي ضمن خطة متكاملة للتحول الإلكتروني في تقديم الخدمات بما يعزز الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعمول بها لمكافحة جائحة كورونا وتم إطلاق هذه المنصة بحضور سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية نائب رئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني وعدد من مديري الإدارات وأشار معالي وزير الداخلية إلى توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى يده الله ورعاه بالتحول من النظم التقليدية إلى الإلكترونية في تقديم الخدمات لافتا إلى دعم ومتابعة الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من أجل تنفيذ خطة التحول الرقمي بالكفاءة والفعالية المطلوبة وأوضح معاليه أن هذه المنصة المتطورة تعكس التوجه الحكومي الفاعل في تقديم الخدمات التي تضمن الارتقاء بمستوى حياة المواطن والمقيم مثمنا دور هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في توفير معظم الخدمات إلكترونيا ومن خلال قنوات متعددة ومنها منصات الخدمة الذاتية التي تعد إحدى الأليات التنفيذية التي تهدف إلى توفير بنية تحتية تقنية تسهم في تبسيط الإجراءات الحكومية وزيادة سرعة إنهاء الخدمات وفي الوقت ذاته تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة جائحة كورونا منوها معاليه إلى أهمية توعية كافة شرائح المجتمع للاستفادة من هذه الخدمات الإلكترونية وتعد منصات الخدمة الذاتية إحدى الخيارات المتنوعة لإنجاز المعاملات بشكل شخصي دون الحاجة إلى أخذ موعد مسبق أو طلب مساعدة مقدمي الخدمة كما تتميز المنصة بمواصفات خاصة مثل الدقة والقدرة على التحقق الفوري والآمن من هوية المستخدم وبصمته بالإضافة إلى تميز هذه المنصات بمجموعة من الخصائص التقنية التي تسهل إنجاز الخدمة ترجمة نانسي قنقر